هجوم انتحاري جديد في العاصمة المؤقتة عدن يصيب مسؤولاً أمنياً العملية الارتدادية التي وقعت فجر اليوم أصابت العقيد علي الذيب الكازمي النائب الأول لمدير الأمن وقتلت مرافقه الشخصي خالد فرج العولقي كما أصابت جنديين آخرين وعلى الرغم من إعلان إدارة أمن عدن انتهاء العملية العسكرية ضد الجماعة الإرهابية التي هاجمت مقر البحث الجنائي إلا أن مواجهات متقطعة بين رجال الأمن والعناصر المتشددة استمرت حتى ساعات الفجر الأولى ملابسات تكتنف العملية الجديدة خصوصاً وأنها جاءت بعد إعلان إدارة الأمن تخليص المقرات الأمنية من العناصر الإرهابية وقال بيان لإدارة الأمن إن وحدات أمنية تابعة لإدارة أمن عدن تمكنت من السيطرة على مقر إدارة البحث الجنائي وجرى تطهيره وأكد البيان أن حصيلة العملية الإرهابية ارتفع إلى ثمانية عشر شهيداً وسبعة وعشرين جريه بينهم مدير مكتب مدير البحث ومسؤولة العمليات بالبحث وضابط برتبة عقيد وتكشف الحادثة الجديدة أن الجهاز الأمني في العاصمة المؤقتة عدن بات مكشوفاً وهشاً كما يمر بأصعب الأوقات اختباراً